السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر بعد ما تكلمنا عن مشروع الشيعي الإسلامي من قبل إعلان محمد الدعوة متاعه إلى قبل سقوط الخلافة العثمانية والذي صار حوله كثير من النقد والاعتراض والتهمت بعدة اتهامات مثل المبالغة في اتهام الشيعة بالمؤامرة والتحريض ضدهم ولهذا افتريت لإخراج الفيديو اللي بعده أوضح بعض النقط وأرض على بعض الاتهامات ومن المفروض أن الفيديو هذا سوف نتكلم عن بقية تاريخ الشيعة من قبل سقوط الخلافة العثمانية إلى يومنا هذا ولكن بعض الإخوة نصحوني أن أتكلم أولا عن المشروع السني الإسلامي وهكاكا نكونوا انتهينا من التاريخ البعيد ودخلنا في التاريخ القريب والحاضر ولكن قبل أن أتكلم عن المشروع السني الإسلامي يجب أن أوضح عدة نقط أخرى فيما يخص الشيعة ومشروعهم وفيما يخص الفيديو اللي قبل هذا نظن الفكرة واضحة عندما نقول التآمر الشيعي لا يعني أن الشيعة هم الذين اخترعوا التآمر وهنا كما وضحت في الفيديو اللي قبل هذا عندما نقول الشيعة لا نقصد عامة الشيعة وإنما أقصد العلماء متاحهم والقادة متاحهم وبصفة خاصة اللي معمّين العمامة السوداء أنتم تعرفوا الفرق من بين العمامة السوداء والعمامة البيضاء اللي يلبس العمامة الكحلة السوداء هو ينتمي لآل محمد هؤلاء هم رمز التآمر أولا بصفة خاصة أما بصفة عامة نقصد المتآمرين هم بني هاشم عندما نرجعه للتاريخ ولكن هذا التآمر كما قلت ليس هو اختراع هاشمي وإنما هو موروث من ما يسمى آل إبراهيم نعرف لي أحنا في القرآن حتى يقول وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين بالنسبة لي رمز التآمر بدأ مع إبراهيم وآل إبراهيم من يهود ونصارى وأخير مسلمين يعني هذه بصفة عامة هذك عليش تزلني نوضح هذه النقطة بش العباد متفهمش اللي الشيعة فقط هما ليه تآمره ولهذا أفكر أن أعمل فيديو خاص أطلق عليه أوقفوه تآمر آل إبراهيم على الإنسانية ونذكر فيه شنو التآمر وما هي أهدافه ونوضح ذلك خلال ذلك الفيديو وكيفاش نواجه هذا التآمر الذي يريد أن يؤدي بنا إلى الهاوية النقطة الثانية وقت اتكلمت على عالمية المشروع الشيعي الإسلامي لا أقصد العالمية بهذا المفهوم اليوم نعرف ونحن تول عالمية وعندما نقول عالمية هي تشمل كل كرة الأرضية يعني أستراليا والصين وأمريكيا في ذلك الوقت لم يكن مفهوم العالمية كاليوم كان مفهوم العالمية بالنسبة للعرب اللي يعيشوا في الجزيرة العربية هي الفرس والبيزنطيين البيزنطيين اللي كانوا يسميوها الروم كانوا يطلقوا على كل ما هو شمال غربي الجزيرة العربية بالروم وشمال شرقي الفرس إذن هذا هو المقصود بالعالمية إذن النقد اللي وجهته لي إحدى الأخوات وقتلي إلا الإسلام أو المشروع الإسلامي لم يكن عالمي في الأول أرد عليها لم يكن عالمي بمفهومنا الحالي ولكن كان عالمي بمفهوم ذلك الوقت الذي هي الجزيرة العربية والفرس والبيزنطيين إذن وقت نستعمل مصطلح حديث ما نيش نقصد به كما نفهم مهتوى وإنما نقصد به كما نفهمه في الوقت ذاك إذن وقت نقول عالمي ليس بمفهوم العالمية اليوم كما عندما أقول مشروع إنساني ليس بمفهوم المشروع وليس بمفهوم الإنساني بالمفهوم نتوى وإنما بمفهوم ذلك الوقت وأخيرا النقطة الثالثة التي أرد أن أوضحها إن المشروع بين قوسين المشروع كان من الأول ديني سياسي كبديل للنظام الإمبراطورية الفارسية الزردشتية والإمبراطورية البيزنطية المسيحية إذن هو جاء في الوسط وحب يطرح بديل لهذوم الإمبراطوريتين بش ينهي هذا الصراع هذاك عليش القرآن يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن لو نرجع للقرآن ونفهموه كنص تاريخي تو نفهم ياسر حقائق على الدين الإسلامي في الحقيقة القرآن يعتبر مصدر تاريخي مهم جدا نجم نقوله هو أقدم مصدر تاريخي لفهم الإسلام فلهذا أنا ديما نقول لازم إعادة قراءته على ضو الأحداث التاريخية بش نفهمو حقيقة الإسلام وحقيقة محمد ودور محمد ودور بني هاشم وش نوقع بالضبط في ذلك الوقت وهذه الآية توضح بكل أضوح كيفاش إن هذا المشروع بين قوسين جاء في الوسط بش يكون بديل على مشروعين اللي هو المشروع الفارسي الزردشتي والمشروع البيزنطي المسيحي إذن هذا المشروع البديل كبر وترعرى في الجزيرة العربية بمشاركة كل الأطراف الفكرية والدينية والعرقية وتبنته بني هاشم من أجل تحقيقه بمساعدة أطراف لها تأثير في مكة والمدينة وقد تكلمنا على طريقة تنفيذ هذا المشروع من طرف بني هاشم باعدمات الآيمة الاثنى عشر على شكل الأصباط الاثنى عشر متع موسى وعلى شكل الحواريين الاثنى عشر متع عيسى يعني هي فكرة يهودية مسيحية متواصلة بش يوريك معتها جذور المؤامرة وجذور تطبيق المشروع ولكن هذا المشروع الهاشمي استضم بواقع قريش وواقع العروبة في الجزيرة العربية ومن هنا ندخل في الموضوع للحديث عن المشروع السني الإسلامي وهنا حبيت نقول حاجة قبل ما ننطلق في الحديث إن كلمة إسلام ما كانش مطروحة في ذلك الوقت فهي كلمة نجموا نقولوا من بعد ظهر إذن أرجوكم أن لا تتوقفوا عند المستححات اللي يستعملها وحاولوا باش تفهموا الموضوع بصفة عامة وكان فما سؤال ولا استفسار نجموا تطرحوه على النص أو على الفيسبوك أو في البلتوب إذن ندخل في الموضوع عندما بدأ الانتماء للدعوة الهاشمية أشخاص خارج إطار بنو هاشم والطبقة المثقفة وبدأ عددهم يتكاثر يوم بعد يوم ظهرت أقطاب أخرى تريد أن يكون لها رأي وقرار في هذا المشروع ومن هنا ظهر المشروع السني الإسلامي بقيادة عمر بن الخطاب السؤال الذي نطرحوه هو من يكون عمر؟ إنسان ليس صغير يتلعب له بعقله كما عاليه إنسان كبير تعرفوا لي الفرق بينه وبين محمد تقريبا عشرة أو خمسة عشر سنة يعني ليس ياسر من قلب قريش إنسان عنده شخصية ورأي ومحترم في وسط مكة وفوق ذلك الكل النجم قاله إنسان صادق لا يبحث على السلطة ولا يبحث على المال وإنما يبحث على مصلحة قريش بصفة خاصة والعرب بصفة عامة هذه حاجة من النجموش ننكره إذن النجمو قوله إنسان عمر بن الخطاب كان إنسان وطني ويحب قومه إذن كان عروبي بأتم معنى الكلمة وكان ديما في القرارات متاعه يأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليل العربية هذاك علش كلمته كانت مسموعة ورأيه كان جدا مؤثر حتى على محمد نفسه يعني عندما يقول حاجة عمر لازم محمد يأخذها بعين الاعتبار على خطر يعرف اللي عنده أعباد وراه ياسر من عامة الناس في قريش بصفة خاصة وعند العرب بصفة عامة لأنهم يحسوا فيه الروح القومية والروح الوطنية عمر وغيره وأنصاره كانوا خارج إطار المؤامرة الهاشمية إذن عندما آمن بمحمد آمن بمحمد كرسول لا أكثر ولا أقل إذن كان مؤمن بالرسالة المحمدية كما ترحى محمد وكان يعطي آراءه وكان يؤمن إيمان صادق اللي محمد ينزل عليه الوحي واللي محمد يتصل بالله مباشرة هذاك عليش كان يمشيله ويسأله ويقوله اسأل ربك يعني كان إيمانه صادق بريء وقوي خلاف ما يدعي الشيعة إن عمر كان منافق وكان يدعي الإسلام في الظاهر ولكن كان ينافق في الباطن في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح عمر كان مؤمن إيمان مطلق برسالة محمد دون أدنى شك لكن مع الوقت بدأ يلاحظ أن محمد قاعد يقرب أكثر في عائلته ليه ولكن عمر لم يشكك في محمد ولم يفهم أو لم يعلم إنها مؤامرة هاشمية مطبوخة عندها قداشر الله خاطر كما قلت لكم كان مؤمن إيمان مطلق إنه محمد رسول ولكن كان لا يثق في عائلة محمد ويعتبرهم أشخاص قاعدين يحضروا بشي يستولاوا بعده على الملك ومن هنا عمر داياخب في الاحتياطات متاعه بشي يدافع على الإسلام وعلى رسالة محمد كل قلب وربط كما نقوله لماذا؟ قالها الفاطمة بنت محمد بعد ممات محمد لا تجتمع النبوة والخلافة فيكم وجهة نظره واضحة وحاسمة وفيما قولة أخرى لو ترجعوا الكتب التاريخ تلقوها تقول لا تجتمع النبوة والخلافة في مكان واحد والعرب تكره اجتماعها في بيت واحد هنا فكرة عمر واضحة وهي لا تعبر على فكرة فقط وإنما تعبر على فكرة مجموع القراشيين ومجموع العرب اللي دخلوا للإسلام بصدق وإيمان إذن عمر كان يعتبر أن الاستيلاء على الخلافة بعد محمد هو تزوير وسارقة للرسالة المحمدية ووضح الفكرة وهذه ووقتها محمد كان حي هذاك عليش محمد ما تجرأش يقول بكل صراحة راه الخلافة من بعدي العلي كان قالها بكل صراحة ومنباشرة راه عمر كذبه وروا أكثر العرب كذبته وتولي واضحة الحكاية أنه هي لعبة لعبوها بنو هاشم للظفري بالملك كما فاهمينها بالكداة الأمويين وهذا الشيطان فاهموه ووقت نحكيه عن الأمويين إذن عمر بن الخطاب كان مسلم بالحق مسلم ومؤمن ومستسلم للرسالة المحمدية ومنذ أن آمن إلى أن مات دافع بكل الطرق على هذه الرسالة واعتبر نفسه مسؤول عليها ومسؤول على كل مسلم من السرقة أو من الاستيلاء عليها أو تبديلها النجم نقوله اللي عمر كان إيمانه صادق برسالة محمد يعني كان مصدق لي محمد رسول بينما بنو هاشم واللي حوله كانوا يعرفوا اللي هي لعبة لا أكثر ولا أقل نظن هوني هذه الفكرة واضحة ما نحبش نطول ياسر في الفيديو هذه على خاطر تعرفوا ما ننجمش نحطها على الفيسبوك سوف نواصل للحديث على المشروع السني الإسلامي في فيديو قادم بعد ما نخذينا فكرة على عمر ونعرفوا كيفيش الأمور اتطورت ووصلت إلى سقوط الخلافة العثمانية وشكرا وبسلام شكرا